لا لهذا الشتاء الزميل محمد طه يتناول في هذا التقرير أهمية تقوية جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا أجسامنا أصبحت عبارة عن ساحات معارك ولمكافحة الفيروس غير المسبوخ فهناك حاجة لمعرفة كيفية عمل النظام المناعة السؤال هو إلى أي مدى تستمر ذاكرة جهاز المناعة أجسامنا لديها الكثير من الأسلحة لمهاجمة فيروس كورونا جهاز المناعة في الجسم يحاول وقف فيروس كورونا من دخول الجسم أما إذا تمكن الفيروس من دخول الجسم ومن قتل إحدى الخلايا فإن خلايا تي تتخلص من هذه الخلية الملوثة الأمر قد يستغرق أسبوعا ثم يتعافى المريض عندها تختفي خلايا تي لكن جهاز المناعة يتذكر الفيروس فإذا حاول الفيروس من دخول الجسم مرة أخرى فإن استجابة جهاز المناعة تكون أسرع السؤال الآن هو إلى أي مدى تستغرق هذه الذاكرة الخاصة بجهاز المناعة قبل أن يتمكن الفيروس من دخول الجسم مرة أخرى هل يمكن الإصابة مرتين بفيروس كورونا؟ هونغ كونغ أعلنت أخيراً عن أول حالة تعود للإصابة بفيروس كورونا بعد أربعة أشهر من التعافي منه لكن لم تظهر أي أعراض على هذه الحالة المناعة لن تمنعك من الإصابة مرة أخرى الأمر يعني فقط أنه إذا عدت وأصبت فإنك ستتعافى بصورة أسرع الذاكرة المناعية تتذكر الكثير من الأمراض وهذا الأمر يساعد بصورة عامة إذا تكونت لديك مناعة ضد الأنفلونزا مثلاً فالأمر سيساعد أيضاً في حالة كورونا إذا أصبت بفيروس مشابه مثل البرد فربما تكون ذاكرتك المناعية ضد هذا الفيروس تحميك من كوفيد-19 فإذا تعرضت لكورونا فإن الذاكرة المناعية من فيروس مشابه تحميك لكن ما أهمية الاستجابة المناعية بالنسبة للقاحات؟ اللقاحات تحاول تكوين ذاكرة منعية تجاه الفيروسات بنفس الطريقة اللقاحات تحمي من الأمراض المزمنة طريقة اللقاحات التي تختبر حالياً ليست جديدة فهي تنتج عنها الاستجابة نفسها هناك الكثير من الأشياء غير المفهومة تتعلق بالمناعة لكن الأبحاث تتصارع في هذا الشأن والعلماء يأملون في الحصول على إجابة وبسرعة محمد طاعة بي بي سي من العاصمة البريطانية لندن